نظمت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا ومؤتمرا جماهريا حاشدا لأهالي قرى وعزبي وتوابع الوحدة المحلية لطلحة الأعمدة التابعة لمركز صمالوت في محافظة ألمين يأتي ذلك للاستماع لأرأيهم ومقترحتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير ريف المصري والمقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات وقد تم تقديم عرض عن أعمال مؤسسة حياة كريمة بالمينيا في فعلياتها المختلفة كوصل الخير والمتعلقة بصناديق الحماية الاجتماعية وأولادنا مستقبلنا والتي تقدم خدمات مصرفية للأيتام ورجعين نتعلم والمتعلقة بالحقائب التعليمية وثداد المصرفة المدرسية وكذا مبادرة إبدأ التي قدمت العديد من الخدمات المتعلقة بتطوير الصناعات المصرية اشتركوا في القناة